بسم الله والحمد السلام علينا مسعينة السلام عليكم هذه محاضرة الرقم 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 الرтакة ال� perceive them as Elbeam Alермbeam Al Form Bearing muchísimo نبدأ uma begotten additionally ن heuresくなる last 감 photograph نقوم بإمكانها تحت المتاعات خاصة أن تكون عندي مثلاً كامرة ومحطوطة تضع على خارسانة ولا شيء لا ننقل اللود بأمان ولا شيء نحتاج أن ننقل عملية أن يبدأ فيها عندي بلايت تحتها لا يبدأ تنقل اللود نفس الشيء حتى هي نقوم بإمكانها في القاعدة لابد أن تكون عندي بلايت دعونا نرى كيف تبدأ واضحة هذا مجرد أن أفرد أن عندي خارسانة عمود أو وال أو أي حاجة طبعا هو مثل أن عندي هذا القطاع نضع تحت هنا ندير بلايت هذية نسمى فيها بيرنج بلايت هذية هذا القطاع ونضع عليه الغلط منه هو نقل اللود بأمان دعونا نقوله لا يتأثر الخارسانة لأنها كانت مباشرة ممكن أن يخترقها مرات المنسافة لا تكون كافية يبدأ عندي يكون سترة وممكن نفس الشيء يتأثر من البيت في المنطقة ويصبح نوع من البكلين يصبح في القطاع بالذات طبعا طبعا هي نشبح فيها بالطريقة الجانبية يبدأ عندي هذا من الأمام تشبح من الجاة هذه وهذا بالنسبة ل أي سيكشن وهذا الخارسانة تكون عمود أو مخططة أو دعنا نشوفه ماذا ما تحدمنا عنها نتحدث عن هذه نشوفه حتى العمود وننطبه بعد وننطبه بالنسبة لها هي قوم بيز هنا حتى نضع هذا العمود نشوفها 3D أي سيكشن هدايا والله يمتد تحتها بليت وهذه بعدين تنقل العمود والله شي اللي موجود عندي الصبورت متاعي طبعاً أنا تخيل أنا وكانا ما عنديش هذه البليتة هي مش تنقلي بأمال للخارسانة ممكن هو العمود ينزل فسط الخارسانة يخترق الخارسانة وممكن مثلاً يوصل لي ما لا عرفش معناها ممكن من المترات حيخش لداخل في الخارسانة يعني لذلك نحتاج لنا معلمية إن نديره عملية زي هذه وبعدها حتى عملية الربط يعني مثلاً ما بين الكولوم والواحد نحتاج إلى هذه البليت لذلك لازم نبدأ نصممها حتى هي إنها تتوزع المسافة تتوزع مش ما يخترقش اللودة دايا الخارسانة يعني هي نفسه مثلاً البيم هذا يخترقش للخارسانة والكولوم هذا ما يخترقش الخارسانة يبدأ يبدأ لازم نبدأ نصممها بطريقة هنشوف أول حاجة توقعنا نرجعه اللي هي الوين طبعاً إن هي بنخذ الاسماء اللي هي هنتكلم توقعه على طبعاً عندي الديمنشن بتاعي اللي هي خلينا نشوفها ديمنشن بلاعي البليت هذي عندي العرض بتاعها بي و ال بي طبعاً المفروض إنها هي المسافة اللي هنا تكون كافية إنها تنقل يمتا تنقل اللودة طبعاً نتكلم عن اللودة تيكون على الأصعى أضعف منطقة عندي يمتبئنا باللودة وفي هنا يتوزع البليت هيا بعدين كان أخذتها على الفلانش نلقا يتوزع لكن مساحة الفلانش قاعدة عالية لكن يوصل هنا بيتوزع للمنطقة هيا خاصة بعد الكي هنا بعد مسافة كي هيا لأنها يبدأ تكنس صغير طبعاً هني قاعدت تكنس كبير شوية لكن أسوأ منطقية للقدام شوية لبعد الكي هنا يبدأ يتوزع يبدأ ممكن يصير ليلدين قاعدت يوصل ليلد معنى يبدأ يصير لي زي لوكل وب ييلدين يعني هدايا يبدأ هيا بعد المسافة الكي هيا ممكن يصير لي هي لوكل وب ييلدين المفروض أننا عندي هني هني الالبية هي طول البليت هيا اللي نصممها المفروض تكون كافية مش تنقل اللوت يعني بأمان لل ويب هي تنقل هدية تشتغل في الزوز يعني يتوزع في الحمل على الخرسانة وفي نفس الوقت يبدأ عندي هني كأن يكون سنترات اللوت يتوزع يبدأ عندي هني بتسبب لي إجهادات وكان وصل اليلد هني من يصير لي لوكل باكل باكل وانا حتى يصير لي لي كريب لن هذه النية يصير لي كريب يكون هي end beam bearing plate ولا تكون هي في الوسط جاية في الطريقة هدية يكون عندي concentrated load وبينتقل نحتاج حتى هي عندي concentrated load فوق وانا نحتاج باكل حتى ننقل اللوت يعني خلي لمسافة معينة ننقل هنا طبعا نتكلم هنا قلنا بالنسبة ليا نتكلم هنا هنا قلنا بعد مسافة كريب نقلنا الشكل طبعا مش زي المرسومة هو يعني شوية في هذا داير يعني لكن هو بيبدأ اصغر شوية طبعا مش زي هذا يعني كبير هذه هي أصغر شوية بها هي يبدأ لكن زي الموجودات في الرسومات التي عندنا في الجداول هذه يبدأ عارفين نقول نحن الشكل يبدأ في عندي زي ال راديس دور هي 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 يبدأ عندي هنا التكنس كبير شوية هدا هدا هني يوصل للتكنس يبدأ تابت هني هذي مسافة كية طبعا اللود هو يتوزع بالطريقة هدية كل ما ينزل كية لقطة ينزل مسافة واحد الى اثنين ونصف على الجنب معناها المفروض اننا نصمم ان البلايت متاعي هي طولها ال بي فاتجاه هذا طولي في الاتجاه الثاني حتى تكون بي لكن هني هذي في الطول متاعها لفاتجاه هذا المفروض ان يتوزع هنا يوصل للمنطقة هيا يبدأ الوض يتوزع هنا على الفلاء الوب هو ان يكون لا يسبب لي شهر صحيح لا يسبب لي اما تكون في الان طبعا يتوزع في جهة لان التالي لا يوجد هكي ما يتوزع في جهة دي انتهت ال بي ما لا ينتقل هني 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 مسافة هي تكون 2.5 كي زايد البي بيتوزع لها الحمل يعني سيكون 5 كي يعني 2.5 و 2.5 من الجهة وهني يعني انه جاي في الداخل هذه البلات طبعا هنا ما انا قلنا هذا اللي بيسبب لي ان هني هي صليل ولا بيصيب ممكن نفس الشي نفس اللي قلت هنا بي انطبق على الكريب يعني مفروض حتى هي الطول يعني المفروض شين نجي نصم البلات ونطلع منها LB هدي نطلع LB ولا نتيجة هنا وهنا هي الهيلدنج هنا نستخدم معادلة هذية وبعدين نجي نجرب ثاني وهي ندير تشيك على الكريب هنا وبعدين المفروض ان المساحة تهي ماش ينتقل للحمل للخرسانة عندي حتى المساحة تكون كافية انه يتوزع الحمل بأمان هذا لي انا ثلاثة معايير يعني الوحدات بتاعنا وبعدين يبدأ عندي هذا ما شن نجي المساحة بتاع البلات وبعدين عندي اللي هي نجي 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 خلينا نبدأ بالشوية بالشوية يعني على الأقل صار احنا يقول ان المفروض ان نجي الحمل بأمان ولا توزيع حتى توزيع يعني خلينا نقول حتى كلمة توزيع ممكن تكون مناسبة يعني تكون طبعا مثلا افرد عندي مثلا هذا بيم ولا جني و جاي في الاند هنا مثلا واحد تالي زي هذا نفس وهذا بيم حتى هو آي بيم و اضطينا لحظ هذه بليت متاعي هي بيرنج بليت هي بيرنج بليت هي بيرنج بليت طبعا كان هذي نفس الشيء مثلا هي بيرنج بليت لكن هذه أوسع مسافة قصيرة مثلا هذه بيم متاعي هذه البي لكن هذي مسافتها أكبر طبعا هن يجي توز عندي يصل للمسافة كي يعني مساحة أكبر عندي يعني من هي مثلا هذي حتى تمشي مسافة لكن معناها نلقى أن يتوزع لي مسافة أكبر مفروض أن هنا واحد يبدأ يكون ليس كبر لي وكبر لا هي المفروض نجيب توزيع هذه توزعت صحة أصغر لكن المفروض التي تحكم فيها ما هي العملية أن هنا الإجهادات متاعي في الهواء ليس يلد لأن كان يصير لي يلد يصير لي يلد باكل يعني ولا ممكن يصير الكريب يعني اللي هو يبدأ المفروض أن نصمم المسافة هيا نجرب واحدة مثلا نصار في طريقة نجيب مثلا من المعادلة متاع الي يلد نجيب ال بي بعدين مثلا نجيب نسمع حتى هي طول البليت الثانية طبعا ما ناخذ الأكبر هنا في النخير ربدا عندي زوز ما نحن ناخذ الأكبر منهم ما هيا البعدين المسافة الثانية اللي عندي نقلت لك في الاتجاه الثاني ماشي حتى هي هي هتكون هكي هي مسافة هدية متاع اللي هي حتكون نسمو فيها بي هني هيا شاني بي جيبها بي متاع الخرسانة بيرنج بيرنج معنا حتى هي المفروض ان الخرسانة تتحمل حتى هي معنا ما يخترق هاشا عندها معادلات طبعا هي كيف نحسبوها هدية وهدية وهدية وهدوما وما زال بعدين يبدأ نصم التكنس يزين شان ما زال البليت نبين عرف حتى هو التكنس متاع هنا يصبح في اتجاه واحد معناها بندنج ونصم على البندنج يعني طبعا هنا كان نشوف الوض نشوف نأخذ المسط المناسل المناسل التي تبقى توضحها ممكن كان عندي مثلا البنية جاية هنا قلنا يبدأ هي هنا بدأ في اتجاه هنا هنا تبدأ هيكي وهيكي مسافة ك هنا يبدأ عندي البي وهنا عندي شن سما 2 ونص ك قلنا التوزيع يزيد المسافة كل مزيد اللود هنا يبدأ كل اللود يبدأ يتوزع بطريقة هدية في الوفق الرأسي 1 وهنا 2 ونص يبدأ ما هاي ال طبعا هاي كنا بنشوف البليت توزيع مثلا الجهادات اللي هاي نوصل هاي نرقا كأن نبينتكلم على المنطقة هاي كأن نقطع هنا يعني بعد مسافة كي يعني يبدأ نشبه في القطاع هنا اشتركوا في القناة يبدأ نكمل هنا نكلم فوق اللي هي مسافة على المسافة كي يعني اقطع هنا واحد نشبه الجهادات طبعا هني عندي مثلا افرض ان هاي نتكلم عنها هوا وسط هني هاي المثلا مسافة 2 ونص كي هذا قاعد ماشي معنا حتى هو هنا وهنا كي وهذه ال بي متاعي وما زال الثاني ايا ما زال كان انا اعتبر قاعد ماشي هني هذي 2 ونص كي يبدأ في المنطقة هيا هو هذا اللود المتوزع في الحمل المتاعي متوزع في مساحة اللي هي مساحة 2 ونص كي يعني 5 كي زايد L بي مضربة في التكنس حتى هو رين هذا شو اسمه التكنس متاع الوب طبعا هذي متاع القوة هنا طبعا كان شبحت ها فوق تبدأ يختلف طبعا نتكلم عن مساحة الثانية كان نشبه في فوق اللود بيتوزع لي ونجيب ها هنا كان افرض ان اللود يبدأ عندي يتوزع لمساحة كبيرة هنا عندي عرض لكن هنا عندي تكنس فقط ويبدأ حتى يماشي هنا مسافة متاع لي تكلم عن هذه مساحة اثنين ونصف وزائد لود كلها متوزع في مساحة كبيرة لكن بعكس هنا سيكون مساحة ضيقة هي اثنين نصف كا خمسة كا مع بعضها زائد ال بي والتكنس المتاعي الواحد مع اللود هدا يتوزع لها مساحة هي لها خمسة كا زائد البي وضروف التي بي لكن هنا كانت متوزع ونصف متوزع مساحة زائد خمسة زائد البي زائد مستوزع المساحة كبيرة لن تكون تهتير لكن هنا ستكون أكثر هنا نشاه هذا نجيب الي الهند هنا هذا الثاني عملية ما هي مصطبة مثل المعادلة هذه الجد نعطي معادلة الي ويبضي هذه المتالية عندي ويبضي هدى هذه المتالية عندي ويكون أنت في الـ support نقوم بعمل الصبورت انتعلي حتى يكون في الصبورت حيث الصبورت حيث في النهاية التعالي يقوم بعمل و يبدأ نستطيع أن نستطيع عندي الار ان متاعي وان هو بيوصل لليل يعني يبدأ هي الاف واي في تي دابديو في اثنين ونفص ك زايد البي احنا يقولنا بناخده بس المسافة هي بس يعني اني عندي هنيني اثنين ونص هيا هذا امتاع في الانت جاي هنا نصف زايد البي نضربها في التكنز هدية دربتها خمسة وضربها في الاف واي تعطيني لي القوة اللي جاي طبعا من هدية كانت تكلم من فوق وهدية كانت تكلم من لوتا يعني هم تكون داخلي طبعا هنيني هاي الرد الفعل هنين جاي هيك في الوسطة هنين بهاي هذا اللي بيتوزع لي لوتا بيتوزع المساحة هذه يبدأ هو هو الرياكشن هنيني رد الفعل متاعي هني قلت لك هل بيوصل لليل دبتان عرف بيوصل لليل معنال هي اف واي مضروبها في التي دابليو في اثنين ونص في الكي زايد ال بي وهذه هي ار متاعي مفروض هنيني طبعا هنين هل نقارنها بال منقول هالفايا آر ان هي هي تكون اكبر أو تساوي الار يو اللي هو رد الفعل عنده هنا هاي ورد الفعل طبعا هتوه التمتلوهد الالفايا هنيني هتساوي واحد لا يوجد أن تكون أن تستعمل أس去了 على أن تكون فعل Norgo فسلتك أن توجب قناعし ضغط بالنسبة ونظر وفي الخمسة هنا كي زايد البي نفس الشيء حتى يمكن أن نطبق أن الفاي ارن تكون أكبر أو تساوي أر يو ولا والفاي ساوي واحد نفس الشيء حتى يوجد في الكريبلين يعني هي وتقوم بإسلام وتقوم بحسب بها بدقة تقوم بإمكاني ويوجد بعض الشيء يوجد تقوم بحسب تنظر تقوم بحسب تقوم بحسب مثلا نأخذ المتاع الذي هو ساب بورت نحن نتحدث عن الحالة هدية عندي أعطيني Rn 0.4 TW تربيع 1 زاية ثلاثة B على D هذا الـ D معناه الدبت متاع القطاع كله إذا في الـ TW على الـ T فلانش S واحد ونفس مضروب في جدر E F Y T فلانش على T W هذا متى يكون شنسمها اللي هي الـ B على D أقل من 0.2 ما هي وإلا 0.4 تبدأ عندي معادة ثانية متى تكون التوهنية هذه المقيدة أن الـ B على D أقل من 0.2 لكن متى تكون أكبر معناها تكون هي ثانية الـ D تعرفوهم T W على تكنس فلانش في الـ 1 ونفس بقوة تقوم بقوة 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 محلقة سميح محلقة فهذا بس هنا انتيريا النومي للسترنت متاعي فور ويب كريبلنج هادي هي اللي هي RN هتكون هذا النومي للسترنت متاعي هذا الكريبلنج تواه هادي النومي للسترنت متاع شو نسمعه في الويب ويلدي وهاني تواه هذا النومي للسترنت متاع فور ويب كريبلنج اللي هي يبدأ هني عندي بوينت مانية هني بوينت أربعة هني بوينت مانية ما هاي في تي دابل تربية مضروبة في الواحد زايد ثلاثة البي على دي تي تي دابل تي 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 دابل نفس المسألة تقريبا غير مضروبة في اثنين يعني طبعا واحدة معادلة واحدة يعني عندي واحدة ليس معادلتين طبعا الطريقة يعني هيئة والتي هي هيئة هما الزوز نجيب منهم اللاهوة طول هذا البي يعني الزوز نجيب منها هيئة نشوف طبعا لحسب الحالة وين نستخدم معادلة هدية كان في الانتيريور زي هدية الداخل نبدأ نستعمل معادلة هيئة ونطلع هدية يبدأ مجول عندي معادلة الافواي والتيكنسي متاع الوب مفروض عندي والله وهيئة طبعا بنسويها باشنس ماني هيئة في ار انت مكبرون تكون اكبر او تساوي الار يو متاعي معادلة هدية نجيب نقول ان هدية راهو اكبر او تساوي ار يو بهاي طبعا الفاي ار انت اللي هيئة مفروض تكون هيئة معادلة هدية يعني يبدأ مين نقدرها يبدأ عندي وهذا عندي بعدين نجيب تكون في الصبور نجيب نجيب اي معادلة هادي او هيا طبعا صبورت عندي معادلتين نجرب ونطلع البي بعدين ندير تشيك على هدايا طلعت او كي زي المعادلة جربتها هي نفسها متطبقة عليها يعني زي مثلا مفروض جربت المعادلة هادي بعدين ندير تشيك على البي على دي طلعت اقل من بوينتو ما لا او كي وكان هذا ما طلعتش اكبر معنا بنولي نستعمل المعادلة الثانية ونطلع البي ونشوف كان في الانتيريير لود ما عنديش معادلة واحدة ونطلعها ونطلع البي طبعا يطلع لي من هنا من الهادي وهدية البي هدية ونطلع وناخد واحدة منهم يعني الأكبر هي ناخدها بعدين طبعا عندي الكونكريد اللي هو عدت يعني قلنا نبدأ عندي طبعا عندي طبعا هنا بالنسبة لي بالنسبة لي هنا بالنسبة هدية هنا نقول فاير يعني المفروض تكون أكبر أو تساوي ر يو الفاير هنا ليه 0.75 في الكريبلينغ 0.75 وييلدنغ واحد المفروض تحويل المفروض نعم المفروض 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 هنا بالنسبة للكونكريت بيرنج سترنت قلنا حتى هي ماشما يبدأ فيها آمان يجب أن تبدأ المساحة متاع الواحد تاوتامني يعني أكثر المساحة معناها البي في ال البي نحن نطلع من غادي ال البي لكن ما زال طلع منها هنا طبعا هنا عندي بالنسبة للواحد الكونكريت بيرنج سترنت عندي معادلات متاعي عندي حاجتين بي بي تساوي بوين تمانية خمسة اف سي براين شوفوا هذي يعني طلع طانية حاجتين هو قلي هذي هذي بيرنج متاع الكونكريت الساوي بوين تمانية خمسة اف سي براين اريا ون اف سي براين اف سي براين اف سي براين اف سي براين والأف سي براين هذي أريد SAMU اضاف كفر كفر دا فل اريا هذا تم نبدأ نشرح فيها المفروض انها عندي هي عندي القاعدة هي البيرنج بيرنسترنت ستساوي 0.8 5 أريا 1 لكن هنا مطلوبة في جدر A2 على A1 لكن في الأخير هنا مفروض لا تفوتش 1.7 أريا 1 طبعا فسي براين فسي براين طبعا ليه معروفة بها خرصانة 28 D compressive strength و مفروض طبعا التو مفروض با عشانة كلكم مواخين مقربة الـ A1 هذه هي بيرنج أريا نفسها بلاتي مقربة بلاتي بشرطة يعني اللي هي اللي هي بيرين جبليت هي بيرين جبليت اريا يبدا هذي نشرح نشرح حطوة هنية يعني طبعا هذي كان عندي البلات مثلا هذا الصبورت متاعي والبلات فوقها هذي البلات متاعي انا متحدمش عن A2 هي على الصبورت نفس يعني هذي مثلا الخرسانة متاعي اللي هي مثلا كولم ولا حتى يكون وال مثلا اقرب انها تكون مثلا هذي عندي كولم متاعي هذي الارية 2 وهذي متاعي A1 صار هذي تاو الصبورت متاعي اللي هو مساحة الصبورت يعني تاو نقوله اللي هي متاعي A2 اللي هي صبورت اريا كولم ولا الواحد تاو الخرسان يعني صبورت نبدأ نستخدم النية مع المعادلة نستخدم النية مع المعادلة نستعمل هي B2.85 FC-Brain A1 الثاني يبدأ عندي ما اسمها؟ افرض انها مرتد مساحة الصبورت يعني باي يبدأ هذي مثل بليت عليك صغيرة يبدأ يبدأ هذي متاعي بالنسبة لي هذي يفرض انها لكن هي واضح تقريباً هذي معنها A1 وهذه A2 يبدأ هنا في هذي الحالة يبدأ ما عندي مختلف الواحد ما يتخطيش يبدأ نستعمل معادلة الثانية جدر A2 على A1 ما نضربها في هذية طبعاً في الأخيرة هذي عندي مفروض انها ميفوتش 1.7 F C شرطة A1 هي متى هذية متى تكون A2 هي كان فاتت أربعة A1 شوفها كان عوضتها بأربعة هنا أربعة A1 تمشي A1 مع A1 تبدأ أربعة جدر أربعة اللي هو اثنين يبدأ طالي هي 1.7 يعني اكتر حاجة معاش مفوتها يعني كان افرض انها عندي مثلاً مرات مرات عندي هو تخيل ماشي القدام ما نعطيه يعني ما نعطيه يعني ما نعطيه كلها هو متحرق لنا ما زال القدام طويل ما نعطيه المساحة يعني مرات تكون المساحة هو مقابل البليت ممكن حتى عشرة مرات أو عشرين مرة أو ثلاثين يبدأ ني طبعاً هما يقلوا في الأخير ما ليش تأثير وبعدين في حاجة تانية هي هي هني طبعاً هي تقدر معناها أمت تعرف أنها تقدر حتى تجرب يعني تكون أكبر من أربعة معاش تفوتها هي معاش تستخدمها هي أمت تعرف أمت تعرف هي أمت تعرف أمت تعرف على هذا طبعاً هنا في هذه أصلاً نجيب لأولاة لأولاة الـ يبدأ ما زال يبدأ نعرف ما الحاجة الثانية هي تحديث الثانية هي أنها لدي بلد و لا من فوق هذه و و هنا و لدي مسافة أكس هنا وهنا أكتر المفروض أن نأخذ الأكبر لا هنا هنا ستكون حتى هي أكثر مع أن نشوفها ماشية من هنا وماشية من غادلة نأخذها إكستينية هنا طبعاً ماشية يبدأ فيه توزيع هنا يتوزع الحمل بوساحة لأن تخيل أن نعتبر أن الأرية هادية ماشية معها وهادية أصلاً فكتف لا تفوتش لذلك يبدأ عندي تالي يبدأ يقول لي أن تستخدم الأرية 2 مثلاً كان عندك حد معين أقل واحد هو اللي تأخذ عليه حدودها الثانية مثلاً أفرض أني عندي هنا مثلاً 2 أو نقوله مثلاً 20 سانتي وهنا 30 وهنا 40 وهنا مش عارف شنية نأخذ أصغر واحدة فيه ملأة تبرد أن الثاني يكونهم حتى الحواليه ماشية نفس الحاجة لها العشرين هي مثلاً أقل واحدة هي نأخذها يبدأ كلهم 20 20 20 20 ونحسب عليها الآية تعقل رقم 2 هذه اي وان ماشية يبدأ هذه الملاحظات متاعبتها في البيرنج مازال ما زالت وهنا كيف نجيب التكنس هي طبعاً هنا بلاد التكنس هنا طبعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما زالت ما زالت رقم أشير ترجمة نانسي قنقر علم جميلة دعطي بلاد وهذا البيم طبعاً نشبه في الاتجاه والثاني في الاتجاه طبعاً نتجاه نتيجة نتيجة تقسم نتيجة يبدأ ضغط يبدأ مقدارها كأن رد الفعل مقصوم على مساحة المساحة تقسم نضع أن هو آر خارم ضغط من توقيت بالتوقع كثيري م AM يبدأ بصيرها مثل بندنك ويشتغل كنتي ليفر نفس الشيء حتى من الجهة الثانية طبعاً يجب أن في الأخير بالحسابات يجب أن أجهزة حساسة يجب أن أقصى حاجة سيكون الوحدات ستكون هنا هنا يكون مسافة هنا أقصى أقصى يعتبر كأنها متحدثة هنا تكون مشدودة جزء كنتي ليفر معرض إلى قوة ومشدود هنا وهي مسافة K من السنتر نفس الشيء من الجهة الثانية تتكلم عن هذه هي لكن ما هي وجهها مفروض أنها تكون متساوية من هنا أو هنا يبدأ يبدأ هنا طبعا نستطيع أن نجيب المومنت هنا لواقصة مومنت متاعي هنا الكنتليفر هدايا عندي لودة هنا هذه سميتها N عندي طبعا هنا هذه B معروفة طلعتناها يبدأ نقدر ننقص منها طبعا هنا عندي N وN هنا ثانية يبدأ N الB نقص 2K ونقسمها على 2 تطلع لي على 2 تطلع لي N عندي 2N هنا هذه N وهذه N يبدأ يبدأ قوة هنا يبدأ هذه القوة قيمتها ضغطة هذه W ونبدأ نجيب المومنت يبدأ المومنت ما هي W قيمتها 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 نقص منها قيمتها نقص منها هذا اللود متاعي يبدأ فيه N على 2 يبدأ طبعا هي هذه اللي قلنا على W هي تساوي R U على B L P مضروبها في Enter B على 2 يبدأ تقدر هذه اللي شنصنا يعني تقدر معنا في الأخير هي الم تساوي إلا توبي قلبي طبعا البلاستيك مو منتحني متاعنا متى يكون عندي بليت طبعا اعتبرت أن البليت هذه هي عندي تكنس لها تكنس تكنس وعتبرت أن الثاني هذا التي واخذيت هنا في حود بواحد ملي فقط يعني ملي واحد من هنا يعني واحد ملي طبعا احنا نذكره في الزد يعني أننا بنضاع حتى وبنوسط البلاستيك مومنت هنا المفروض أن هذه طبعا ال M هي U ولي بنصمم عليه البلاستيك مومنت متاعي البلاستيك مومنت هنا F Y في زد الزد متاعي هم تكون القطاع اللي هو هنا متاع مربع ولا مستطيل يعني هنا يبدأ عندي توهني عندي قطاع اللي هو T هنا وهنا واحد هذا B معنا في H دي تكعيبة دي تربيع على أربعة طلعنا على من المرة اللي فاتت يعني في الأول محاضرة الثاني محاضرة تقريبا ولا يبدأ هي اللي هي معناها كانت تساوي هنا في الأخير كان منطبق هنا يبدأ ب الهي واحد وهدية T تربيع عليه أربعة يبدأ عندي يبدأ عندي F Y في T تربيع عليه أربعة المفروض طبعا أنه البلاستيك مومنت هنا يكون أكبر من الشنسمة المو هدية اللي هي هدية يبدأ عندي F Y M B تكون أكبر أو تساوي R U N تربيع على 2 B L B طبعا كان عوضت هنا بالF Y متاعي اللي هي 0.9 والمومنت هو بالF Y Z ها اللي هي بالZ متاعي هنا F Y T ثربيع على أربعة نبدأ هنا نقدم نطلع التكنس اللي هي يطلع يساوي 2.2 R U N تربيع على B L B على F Y هذا ما هي هذه الطريقة يعني طبعا نقدم نطلع التكنس هذا هو يعني توصمنا كل شي نشوف تطبيق سريع هذه اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي سريع سريع نأخذ مثال 28 لتنظر لتنظر رأيكشن A W 530 92 و تنظر 5 متر بمثل المداخل من قوة تحقيق الوحدة سمرح في الوحدة سمرح 30 تحقيق الوحدة المداخل من قوة تقوية بلاحلة مع مبادرة خمسة 20 في الوحدة بايت ثلاثة مستمر في الوحدة يمكننا إستخدام ايضاً بالفواي هنا نستخدم فواي التانيات نستخدم هياه لأن كربلنج والوَيب يحدث على الوحدات وكربلنج في الوِب نفسه هنا يحدث على البيم يحدث على البندنج نستخدم هياه يبدأ هذه البيم متاعي معنا هي جاي في النهاية تاو هذا الصبارت متاعي ولا شنسما يبدأ نيه هذا البيم 530x92 نقدر طبعا هنه دعونا نديرها بسرعة نحن نديرها هذا هو الصبورت 530x92 و المسافة هنا 5 متر لن نرسمها كامل هنا أعطاني اللود و المزارة 70 و المزارة في 70 مما يمكن هنا يمكن أن予ي نفضل WU و المزارة 1.2 في السبع و المزارة 1.6 في السبع و المزارة و المزارة تقوم بحرامة 196 كنلنيوتن أمواني تقوم بحيث تقوم بحيث حيث نريد مدهك يعني لا امواني نفضل هنا. معنى هي WU في L على 2. يبدأ هي 196. نضربها في 5. نقسم على 2. يخرج لي 490. ما هذا اللوت الذي نصمم عليه. نحن نرى هذه المعادلة نأخذها الثانية. المفروض أن نذهب للجداول ونظر على هذه الأشياء التي نحتاج لها. يحتاج لي 3.1 المم 15.6 مم يعني T-W قطاع هدايا الذي يعدها. 10.2 مم نقوم بتأخذ K Design كانت تجدت دي تيلينج بواحد هنا تقود تزيزاين هي اللي بناخدها والدي اللي هي تساوي 533 يبدأ هنا توا نقدر نطبق في المعادلة متاعي هنا فاي ار ان اللي هي تساوي فاي اف واي تي دابليو في اثنين ونفص ك زائد يبدأ نعوض هنا فاي قالي بواحد هنا هذه 345 هذا نستخدم البيم اللي نتكلم عن الوب اللي يصير في كريبلنج هنا في اثنين ونصف ضرب الديزاين 22.4 زائد طبعا اخذنا واحدة بس جهة واحدة اخذنا اثنين ونصف يعني مسافة ك وهذه البي المفروض هي تكون هي اكبر او تساوي اللي هي 490 متاعي طبعا كان هنا نحولها بنيوتن ما شكي مش تبدأ اليونت كلها بنيوتن شنسمة ونطلع البي بالشنسمة بالمليمتر يبدأ عندي نقدر نطلع هني المجهول المتاعي هو هي البي مفروض ان يكون اكبر او تساوي 60 مليمتر نشوف هذه اللولة جبناها من اللولة مفروض ان يكون على اقل طول الواحدة 68 مليمتر نشوف واحدة منهم عندنا نصوص معادلة هنا على الجنب تربيع متنادية واحد زايد ثلاثة البي على د نضربها في التي دابليو على التي اف هذا كلها في واحدة نفس بعدين نضربها في الجدر اي اف واي تي اف على تي دابنيو تكون اكبر او تساوي اله الهي 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 تساوي الهي 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 يبدأ عندي همالقيم متاعي هني طلعناها معنى الهي 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 والدبت وكلها موجودة مجهول اهي نطلحها نطلحها هنا في المعادلة تنعود يبدأ هي مية وسبعة وسبعين ونصف ملي متر لكن هذه المعادلة المتاعية هي المعادلة اللي هي فور البي على د اقل او تساوي بوينت تو نجربه احنا توها هي البي هنا على د مية وسبعة وسبعين ونفص خمسمية وثلاثة وثلاثين طلعت اللي هي تساوي بوينت ثلاثة ثلاثة اربعة اكبر من بوينت تو معنى مش مزبوطة نجرب المعادلة التانية توها معنى معنى نجرب اللي هي معادلة متاع د اكبر من بوينت تو معنى هي نجرب المعادلة من بوينت تنين فاية ار ان اللي هي تساوي بوينت ثلاثة خمسة اله ما ندرناش فاية دانية بوينت ثلاثة خمسة في 0.4 مضروبها في 10.2 تربيع الواحد زايد 4LB 533 2.2 في 10.2 على 15.6 في واحد ونفس مضروبها في كل هادية في 200 في 10 3.3 في 15.6 10.2 يكون مفروض 490 في 10.3 تطلع 159.8 نجربها ترى على D تطلع 0.2 9.2 9.9 أكبر من 0.2 معناها أوكي طبعا ممكن ناخدها هنا قطاع نختار 160 مليمتر طبعا ما نقدرش ناخد نقولها هي 150.8 يعني طول نختار واحد قريب منها هي ما نسمعها هنا مثال ندير الكونكريت بيرنج بيرنج طبعا هناك كان أفرض أن نقولنا نفسها A1 تساوي A2 يعني هنا جاي على السببورت يعني طبعا أنا معطريش معلومات هو لكن نقول هو نفس الاريا متع الوحدة هي نفس السببورت ما نستخدم معادلة اللولة هي فاي بي 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 هي تساوي بوين مانية خمسة هو هيا ما نراه كلنا نصبع أي في أفضل تكون أكبر 490 في عشرة أس ثلاثة نريد أن نطلع منها الأيريا 1 أنها أكبر أو تساوي 3500 ميليمتر مربع يبدأ أن نطلع عنها عندي البيت استخدمنا 160 يبدأ هنا نقصب على هذه تطلع عن البيت الثانية يبدأ A1 يبدأون البيت الثانية البيت الثانية يبدأ 160 30 11 مليمتر أو وفرض أن نأخذها 221 هي 221 وفرضتها 250 ويمكن أن تأخذها 230 ويمكن أن تأخذها 240 فضل لك أنها تكون مثل رقم مثل هذا 250 المفروض نتشك على أنها أكبر من الفلانج الذي هو 209 مم ويمكن أن تأخذها يبدو أن يصبح مرحبا